أين وصلت مسودة موضوع قانون مناهضة العنف الأسري؟ لحد الآن مسودة قانون مناهضة العنف الأسري أو هي طبعاً هي تسمية مو مناهضة قانون العنف الأسري يعني هي تحمل أكثر من تسمية الحماية من العنف الأسري أيضاً يعني لحد الآن ما متفق على صيغة اسم المسودة أو القانون يعني لحد الآن العنوان لم يثبت نعم لم يثبت العنوان آخر تعديل تم بأنه مسودة القانون تحولت من رئاسة الجمهورية إلى أروقة البرلمان تقريباً بقرابة السنة والحد الآن ما تم رفعها للقراءة الأولى أو لإجراء أي تعديلات حولها لأن أكو مسودة أخرى أيضاً كانت هي بمجلس الوزراء يعني هي المسودة نفسها راحت لمجلس الوزراء وراحت لرئاسة الجمهورية المسودات الثانياتهم تحولوا إلى البرلمان العراقي والمفروض البرلمان العراقي يضع من أولوياته باعتبار أن هذا القانون على جدو الأعمال يعني مثلاً بالضبط من أولوياته القراءة الأولى على الأقل للمسودة لكن للأسف أن هذه الدورة البرلمانية على وشك الانتهاء والحدث لم يتم تحريك ساكن فيما يخص إقرار قانون العنف الأسري إذا أنتقل إلى أستاذ محمد يعني بصراحة الموضوع ربما يحمل نوع من الخطورة لماذا القوى السياسية لا يمكن أن تصوت أو تشرع أو تقوم بقراءة أولى تقوم بوضع عنوان لقانون العنف الأسري لماذا كل هذه الكواليس بهذا الموضوع؟ هم يخشون تشريع هذا القانون هم يقولون أو المعارضين داخل السلطة التشريعية لتشريع القانون هم يقولون بأن هذا القانون يفكك الأسرة هذا قولهم أو حجتهم بأن هذا القانون يفكك الأسرة كيف يمكن أن يفكك الأسرة؟ ما هما ما يتغاضون عنه أن الاسرة التي فيها تعنيف هي أسرة مفككة يعني الاسرة التي فيها الأب يينف بنتها الاسرة التي فيها الزوج يينف زوجته أخي يعنف أخته هي أسرة مفككة لكن خليف الأبواب المغلقة محسانة بها ليس لدي nest trial ليس هناك قانون ليس لديهم أحد ممكن يشتقي فذلك هي أسرة مفككة في الداخل خليف الأبواب المغلقة ما يريدونه هم حماية سرية التفكك الأسري هذا اللي يريدونها ولا الأسرة التي تعني فيها أسرة مفقكة أصلاً طيب في مصلحة من هذا الموضوع؟ السلطة التشريعية مجلس النواب بيده تشريع القانون من يسيطر على مجلس النواب حالياً هي الكتل ذات طابع الديني والطابع العشاري الطابع الديني والطابع العشاري في أغلبهم هم يقدسون السلطة الأبوية والسلطة الذكورية و يخشون من تشريع قانون العنف للأسر أغلبهم أصلاً جزوياً يمارس التعنيف يعني فالنانا يخشون من تشريع هذا القانون جميل حجاجهم ضد القانون جميعها من الناحية القانونية مدودة عليها مثل ما قلنا ما يفكر في الأسرة؟ يعني أنا من أشيل من الأسرة فيها واحد يأنف و هذا المعنف أنا شلت من هذه الأسرة سأقود الأسرة متماسكة أو لا؟ أكيد سأقود متماسكة و القانون العنف الأسري المسودة المسودتين مجلس رياحة الجمهور و الأسر الزراء تضع للإصلاح الدرجة الأولى جميل محاولة الصلح الدرجة الأولى إضافة إحالة المعنف لدرات لمعاجهة سلوك العنيف جميل درات نفسية إذن هذا في مصلحة المجتمع يعني مصلحة المجتمع يعني في مصلحة المجتمع هذا فرد عنيف فرد يعنف فرد معنف هو يمكن يعاني مشاكل نفسية هذا القانون يوفره للعلاج ممكن هذا سأرجع صلحها و أرجع لأهلتها جميل هذا القانون يساهم في تماسكه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر